المحامي الدكتور عمرو عبد المنعم الذي يمثل سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف فتاة في الشروق كشف عن تفاصيل صادمة في القضية يزعم المحامي أن موكله كان في عملية توصيل لطبيب وأن اللقاء مع المجني عليها كان صدفة أثناء مرورها في التجمع وفي توضيح إضافي أوضح المحامي أن السائق محمد قام بتوصيل الطبيب إلى فلاه الخاصة في البراجيل ومن ثم طلب منه نقله إلى مستشفى في ألماضة ليعود بعد ذكاء إلى التجمع وبعد الانتهاء من العمل مع الطبيب قرر السائق فتح تطبيق أوبر حيث تزامن طلب الفتى المتضررة مع طلبه للتوصيل إلى الرحاب فوافق على طلبها وأثناء الرحلة على طريق السويس شعر السائق ببرودة جلجو فقام بإغلاق نوافد السيارة ورش العطر على ملابسه لكنه فاجأ برمي المجني عليها نفسها من السيارة بسرعة يؤكد المحامي أن السائق كان يقود بسرعة 100-100 ساعة بعد الحادثة اتصل السائق بشركة أوبر للإبلاغ عن الحادث ولكن لم يتلق أي اتصال من الشركة في اليوم التالي قام بتصوير فيديو لشرح تفاصيل الواقعة قبل أن يتم اعتقاله من قبل السلطات في القاهرة رغم طلبات الدفاع رفضت النيابة العامة إخلاء سبيل السائق واعتبرت الواقع معقولة أما بخصوص التهمة المخدرات المنسوبة للسائق فأكد المحامي أن هذه القضية تعود إلى عام 2012 وأن موكله ليس له أي علاقة بها